في حضر موت أيضا تفقد محافظة المحافظة مبخوط مبارك بن ماضي بالمكلة سير العمل في سفلتة وعادة تأهيل طريق شارع 60 بمدينة المكلة في سياق المشروع العام لعادة تأهيل شوارع وطرقات المدينة وتعرف المحافظة معه المدير العام لمديرية مدينة المكلة المهندس صالح العمري على سير العمل في سفلتة وعادة تأهيل الشارع الممتد من جولة شبام إلى منصة العروض بفوه بطول 8 كيلو مترات وعرض 24 مترا واستمع المحافظة من مدير عام المؤسسة المحلية للطرق بالمحافظة المهندس طهب حيدرة استمع إلى شرح حول سير العمل في مشروع الطريق الذي تنفذه المؤسسة المحلية للطرق بحضر موت بتمويل من صندوق صيانة الطرق ويشمل سفلتة الطريق من جولة الشبام إلى جولة البلدة بطبق أوفريلير سماكة 4 سمترات مع تنفيذ أعمال صيانة الطبق قبل الإسفلت وعادة تأهيل الطريق من جولة البلدة إلى منصة العروض بفوه مع تنفيذ أعمال الطلاء الحراري وإصلاح البلدورات وصيانة أرصفة المشاه وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على إعادة تأهيل شوارع المكلة لإظهارها عاصمة للمحافظة بالمظهر المشرف مشيدا بجهود المؤسسة المحلية للطرق في تنفيذ أعمال الصيانة والسفلتة وتمويل صندوق صيانة الطرق لهذا المشروع ترجمة نانسي قنقر